السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال الجميع؟ إن شاء الله نعموا طيبا بمريقلا الحمد لله عودة سريعة دالة بعد آخر فيديو الذي كان الأيمن ريا ممكن عشر يوم وسبع عين فاتوا نحاول بإذن الله نمشي بنفس المنوان لأننا كل سبع عين وثلاثة ننزلوا فيديو لكي نتموها القصة الحزينة وبسرق نقايني وممكن نفتحها أشياء أخرى بعدها اي شيء ممكن يهم إجماعة طلبة سنة رابعة وخمسة أو إجماعة التي يريدون الرفرش أو إجماعة التي يريدون امتيحانات معادلة وما إلى ذلك بارك الله فيكم شميعا على الكومنتز تعليقات المسجر وكل شيء سواء كان على اليوتيوب أو الفيسبوك وإن شاء الله بإذن الله مستمر طبعا لأننا تقزمت عليه القلم هذا ضروري ما نجرب اليوم وهو الابل بنسل أخذنا المرفات الأيمن ريا وأخذنا حاجة مهمة وهي البيسي او اس فاليوم إن شاء الله سيكون على البيسي او اس لكن سايروني يعني قلت الإنجليز يعني سايروني نبدأ ندير نقزمت عليه هذا نبدأ نجربه لأسبوع أو أسبوعين فأني لما حكيت على الأيمن ريا قلت لك الموضوع ديما ليح علاقة بأربعة فلو كانت هذه الهايبوتالمس ولو كانت هذه الانتيرير بتويتاري ولو كان هذا هذي سمو فيه الهايبوتالمو بتويتاري حكيت عليه زمان وهناي عندك الـ اللي هو اليوتروس والسيرفيكس والفجينا فهذا يسمو فيه الـ 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 فباش انت تكون عندك نورمال منسترويشن ضرور ما تكون عندك نورمال بسخفة عامة نحب الـ الـ في دعاء الـ وهو تعالى نحكو شوي عليه الاناتومي لانه مرة مرة يقولك سترومة مرة مرة يقولك كورتكس انت معاش فاهم فبنديره شوي مراجعة سريعة للاناتومي فالأوفري زي ما تعرف هو عبارة عن عندك توأوفري سكيد ففي الجزئية الخارجية اللي يسمى فيها الكورتكس او القشرة وهنا هذي وما فيه الفاليكولز والجرم سيلز كذلك عند طبعا فيها سترومة سترومالية التيشو اللي حوالين الفاليكولز اما اللي في النص يسمى فيه أوفيرين ميجولة او ميضلة او ميضلة اللي يفعها البلد فيسلز واللي بتجيب التشو للأوفريس طيب زي اي حاجة زي اي حاجة ضروري ما نبدو بالدايجنوس فالPCOS هو عبارة عن فديما تلقاه تحت اسباب الهايبراندرجينيزم او اسباب الهايبراندرجينيميا او اسباب الهايبرتستسترونيزم استخدم اي مصطلح انت تستريح معلك بصفة عامة يقوله هايبراندرجينيزم وكذلك فيه اكسس استروجين هذه يعني ممكن يكون فيه يعني هايبر استروجينيزم وفي بعض الناس يقولك هو نورمال استروجين لكن عادة انابوز استروجين حتى تفهم عليها بعد شوية ان شاء الله حتى القصة هذه فلكن للتسهيل نقوله هو عبارة عن ويعتبر واحد من اشهر اذا لم يكن واحد من اشهر الامر او انفرتلتي او انفرتلتي سواء كانت primary or secondary طيب بشخص هو نقز هنا لكن مش مشكلة نحن نحكي عن pathophysiology بعد شوي أو pathogenesis متاعها لكن ما فيش مشكلة نقوله diagnosis بش تقول واحدة عندها PCOS ضروري من توفر 2 out of 3 يعني 2 من 3 أشياء حسب Rotterdam Criteria اللي هي European Criteria في عندي American Criteria نوعا ما قريبة منها لكن واحدة من أشهر كريتريات Rotterdam اللي هي يعني ترمز للEuropean Society فواحدة أنك انت تتبت أن فيه polycystic ovary by ultrasound أن فيه هالأكياس هذا أو الموضوع التكيس المتعدد هذا للأوفري قالك حتى لو أن أوفري بايدا مش شرطة two ovaries فهذه ممكن يغشك فيها unilateral polycystic ovary يعني تأخذها نقطة من Rotterdam Criteria سنوريها بعد شوي بالألتراسون وشون يقصد بالضبط بالتفصيل لكن غالي خود معاي بصفة عامة بشتقول واحدة عندها PCOS واحدة يطرون يكون عندها polycystic ovary by ultrasound اثنين ضروري ما تتبت أن فيه oligo ovulation أو anovulation فهي إما نقص في التبويض أو ما فيش تبويض أصلا وحنقول لك علاش صائر القصري كل واحدة سنحكي لها إن شاء الله ببروحها ثلاثة clinical or and biochemical evidence of hyperandrogenism دليل كلينيكي سريري أو بالتحالي أن فيه عندك زيادة في الاندرجن وما طبعا يرمز لهم بالتستوستيرون طيب أنا هذه الصورة تلاحظ في كل فيديو نجيبها لأن مهمة زي ما قلتك في فهم pathogenesis أو pathophysiology طبعا this is normal cycle شوف معي الgonadotrophins هذا الخط هذا هذا FSH ما يهمناهش هلبة لكن شوف معي ال-LH إن ال-LH يبدأ فيه follicular phase يرتفع بشوي بشوي طالع طبعا زي ما تعرف من الانتيرة بتويتري باش يحفز لي الفوليكلز إنهم يبدوا الفوليكلز يكبروا ال-FSH يحفز الفوليكلز وال-LH يبدأ يزيد طبعا حيطلع لك أستروجين وشوف معي الزيادة هي زيادة مهمة جدا تصير عادة 36 ساعة بعدها هيصير ovulation فهذه ال-LH surge هذه مش موجودة في جماعة PCOS هما عندهم ارتفاع في ال-LH لكن ما عندهمش النقراتة هي ال-LH surge ما عندهمش وبالتالي هذا سبب عدم وجود ovulation وبالتالي هذا علاش هما ما عندهمش pregnancy فهذه قصة علاش ال-PCOS ما عندهم why they have an ovulation لأنه ما عندهمش LH surge هذا ال-LH surge طبيعية هما ال-LH مرتفع لكن مش هيكي بيرتفاع يعني شديد طيب شل الأسباب شوية pathophysiology فقالك ال-Physiology مش معروف لحد ما هو pathogenesis مش معروف ففي بعضنا قالك أنه في زيادة في ال-LH مش معروف علاش ال-LH حيمشي يحفز ويبدأ يفرص في كميات كبيرة من ال-Androgen من ال-Ovarian-Androgen ففي عندك hypersecretion of-LH في 60% of PCOS by the way قلوا له حتى اسم تاني PCOS يسمون فيه Stein أو Stein Leventhal Syndrome مرة قابلك ما فيه مشكلة نفسها PCOS طيب ال-LH زي ما أخدنا في أول فيديو ممكن قبل سنتين ثلاثة يحفز يحفز الثيكا سيلز لإفراز ال-Androgen لإفراز ال-Androgen من طبعا من الكولستيرول الموجود أي ستيرويد يطلع من كولستيرول طيب ففي زيادة في ال-LH لكن ال-FSH لا يوجد أي علاقة ال-FSH طبيعي فال-Ratio ال-LH to FSH ratio عالة more than 2 or 3 مش مهمة في التشخيص هذه ما تجي في ال-M-C-Q مش مهمة في التشخيص إن ال-LH ratio more than 2 مش مهمة المهمة إن عندك Anovilation Hyper-Androgen Polycystic Oval طيب Elevated LH FSH ratio is often seen لكن مش diagnostic but it's not needed for the diagnosis وقالها هو طيب في أشياء أخرى قالوا ممكن تلعب دور Genetic اللي عندها أمها عندها PCOS ممكن هي نفس يصر لها PCOS أو اللي عندها أختها ففي عندي some sort of genetic predisposition تاني شي فيه لاحظوا في PCOS فيه some sort of insulin resistance insulin resistance معناها tissues أو preferred tissues ما تسمعش الكلام للإنسلين وبالتالي البانكرياس بيحاول يعافر ويطلع كميات أكبر من الإنسلين ففي عندي برضو Hyper-Insulinism أو Hyper-Insulinemia ففي عندك Hyper-Androgenism وعندك Hyper-Estrogenism هنقولك الأستروجين من وين جاي لكن يقدم نقول هالك من دوه هو طالع من الإندروجين لأن هذه قاعدة عامة كلما يكون عندك الأندروجين مرتفع يمشي للأديبوس والغلب patient obese فيتحول إلى أستروجين بالبروفرال aromatization فوحدة من الأشياء الموجودة في PCOS مهمة جدا لأن مبنية عليها بعد ثم العلاج أني نعطي insulin sensitizers في عندي some sort of insulin resistance وبالتالي البانكرياس بيحاول يطلع كميات أكبر من insulin فعندي Hyper-Insulinism طيب الشيء الثالث زي ما قلنا طالع من الأوفري لأن الـ Androgyns ممكن يطلعون من الـ Adrenals فأنت مش كل واحدة عندها Hyper Androgenism نقول هذه PCOS لا إرتفاع الـ Androgyns ممكن يكون نتيجة Ovarian Tumor أو Adrenal Tumors طبعا هذا هو رائر PCOS هو أشهر سبب نشبح مرة 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 مرت الكاميرا توقف والله هاشا طيب عادة الـ Androgyn إرتفاعه في PCOS معقول مش مهول يعني مش طبعا عندي قيم ما بيش نقول لك باش من اللخبتكيش لكن لو لقيت الأندرجن مرتفع بشكل مهول الغالب هذه تيومر الغالب هذا أوفيرين تيومر أو أدرينيل تيومر فهذه ترد بالك منها طيب شيء ثالث اللي لاعب دور في الباتوفيسيولوجي أوف PCOS اللي هو الأوبيسيتي زي ما تعرف تعريف الأوبيسيتي أو تعريف الأوبيسيتي أكثر البودي ماس إندكس مور دان 25 لو وصلت 30 This is obesity لو وصلت 35 This is morbid obesity أو السمنة المرضية وعادة central obesity أو يسمى فهل في الباتوفيسيتي اللي هي في النصة هي وهذه مشهورة ندي لك إنسان رزيستنس أغلبية تجمعات الديباريك تايب 2 تلقى عندهم كرشة تلقى ضعيف مرات لكن تلقى عندها كرشة فهمت علي فهذه الباتوفيسيولوجي شين ساير من تغيرات هرمونية في PCOS لا نعرفوش السبب لكن هذه الأشياء اللي لاحظنا فيه برضو سبب ثالث غريب شوي أو رابع أو خامس لاحظوا الفيلبروكاسد الناس اللي على الفيلبروكاسد ممكن يخشه في PCOS في البروكاسد اللي هو زي ما تعرف لجمعات الأبيلبسي طيب فهذه بعض التغيرات أنا شبه حكيت عليها لكن لخصها لك في شكل صورة ففي عندي زيادة في الـ LH لكن ما عنديش مش ينزل وبعدها لي يركب لا هو ديما مرتفع في الـ LH وبالتالي هذا سيديلك مشكلة في الـ ovulation LH surge مش موجودة وفي ارتفاع برضو في اخرى من الاندروجين زي الـ dehydro andro stojeron مرتفع وممتعون وهو عدد أكوى من الـ aş LISA لكن في بعض الناس رحوا تعجل التغيب الـ الطبيعي لكن اهم شيء الـ البروجسترون غير موجود يجعل مائي و لا يمكنك البروجسترون يا جماعة الخير البرجسترون يطلع من الكوربوس لوتين من الفلوكولر سيلز أو اللوتيل اللهم الكوربوس لوتين فهذه خطورة يعني حتى لو كان عندك في عدم وجوز برجسترون ممكن يدخلك في مشاكل زيارة الأستروجين أو الغير ممانعة من البرجسترون فممكن يدعلك براست كانسر وممكن يدعلك اندوميتر هايببليجا والاندوميتر الكارسينومة الشيء الأخير زي ما قلت لك الـ FSH لا يوجد أي علاقة هنا في الزيادة أو النقصة طيب هذا منظر الزوز أناتومي فهذا منظرهم الزوز ألارش الزوز هيوج هرد باك رك تخش ناحيهم هذا مش تيومرز مش كانسرز ديس جس إنه في زيادة في عدد الفاليكلز عادي تنقالوا ما بين 10 إلى 12 فاليكلز تلقاهم بالألترسان هنوري الألترسان بعد شوي فهذا منظر الـ Pollycystic أوفري وهذا لو خديت cross-section أهما هذو الفاليكلز كلهم موجودات في الكورتكس تلقى عندك كذلك thick stroma فعند تلقى من 10 إلى 12 الفاليكل في حالة الرست في حط بعض الكتب يشعبه يقول في حالة الرست ما يكبروش الفاليكلز اللين يصبحوا dominant phalicle ويضطربوا ما يضطربوا ما يصبحوا له أوفري هذا سيقعدوا في حالة الرست من 10 إلى 12 طيب هذه حكايت عليها أنا قبل يعني أنا فقط أراجع لك أن الـ LH يحفز الثيكا سيل لإفراز الأندروجينز والأندروجينز يمشوا للأديبوس تيشيو ويتحولوا إلى أستروجين بالبرفرال أروماتيزيش طيب زي ما قلنا العلم ديما ماشي بالكلينيك الفنيات فخلوا نديروا يعني قصة جتني والله يعني فاطمة عائشة خديجة جتني عمرها 30 سنة تشكي أولا تقول لك عندي طلخبيط في الدورة أو عندي صعوبة في الحمل تشبهها من بعيد من أول ما تخش من الباب واضحة أن أي شيء يعني فيه شوية سمنة فأول واحدة كامل بريستيش هي خشة من الباب واضحة عارة أكتب من 30 لكن هل هو شرط أوبيستي مش شرط ممكن تجيك واحدة ثن وعندها لكن بصفة عامة 40-50-60-100 تلقاهم الـ اللي هو الـ الشيء الثاني تشكيلك منها دولك عندي الدورة ملخبطة كيف تلخبطها هل هي يعني يعني مرة كل شهرين ثلاثة هذه أوليغومانورية أو تقولك ما هناك مرة واحدة هذا هذا الآن حطناها في أسباب الأوليغومانورية فأشهر سبب اللي هو الأوليغومانورية أوليغو الذي لا ترمز ل الثيو اللي هو هو PCOS أو كما قلت لك الإسم الثاني لها Stein أو Stein Stein بالنسبة لتعني Rock Stein أو Stein Leventail Syndrome الشيء الثاني ممكن تأتي بإنفرتلتي تقول لك والله أنا عندي مشكلة في الحمل تعريف الإنفرتلتي زي ما تعرف failure of pregnancy after one year of unprotected intercourse سواء كان secondary or primary الشيء الثالث تلقاه واضح مش لازم حتى تشكي منها عندها أكني نتيجة زيارة الأندرجين الأكني it's a sign of hyperandrogenism الشيء الثالث تقول لك والله يبدأ يطيح عندي الشعر هنا في المناطق هي في الكراون وبدأ يطيح برضو في الvertex فهذه androgenic أو androgenetic alopecia alopecia it's a hair loss نتيجة الhyperandrogenism وكذلك تقول لك والله يطيح من هنا الشعر وبدأ عندي شعر هنا في اللحية أو في المصطاش فthis is hirsutism هذه signs of hyperandrogenism لاحظ ما قلتش viralization لو لقيت signs of viralization الغالب هذه مش PCOS الغالب هذه يراه androgen secreting tumor هذه very very important ترى هذه تركك بتاع انتحان شنية signs of viralization deep voice muscularity clitoromegaly روز كبير يعني علامات دكورة هذا الغالب فيه زيادة رهيبة في الandrogen PCOS ما تدين لكش viralization عادة بصفة عامة ما تدين لكش viralization تدين لك فقط شوية signs of hyperandrogenism فلو لقيت signs and symptoms of viralization راهو الغالب حيكون adrenal tumor or ovary tumor or ovary tumor دير CT abdomen دير pelvic ultrasound طيب ممكن يجوك بالcomplication ممكن لها 6-8 شهور وهي ما اشكتش من شايفة ممكن يجوك بالcomplication of incident resistance اللي هو diabetes type 2 فممكن تجيك شني بيهاي بلود شوك تقولك والله در التحليل عندي عامتي عند هالجهاز قلت انا ايك ينبصر قلت خانشوف السكر متاع القاتم شايت this is diabetes أو type 2 diabetes mellitus وتلقى كذلك في عندهم darkening غريبة هنا يتصير في الرقبة أو في الأكسلة يسمى فيها acanthosis nigricans هذه شو لاحظوها موجودة في الناس اللي عندهم insulin resistance لكن هل موجودة في الـ diabetic type 2 بس لا حتقراها في سنة خامسة موجودة as a paraneoplastic syndrome أو manifestation خارج الكانسر فعنا can be associated with GI malignancy أو يجوب بالmetabolic syndrome لهاي بلود برشور الديسليبيديميا الاسكيميك هارت ديزيز الديابيديس type 2 وقيس على ذلك طبعا لكن هذه عادة جي ليت أغلبية الفيميل أول ما تصير تلقى في دور بعد شهرين ثلاثة تجيك في خلال شهرين ثلاثة مش هتلقى complications هذه اللي نحكي لها طيب شوف معاي هادي الأكنتوسيس نيقريكانس ليقلك velvety darkening of the skin فهذه الأكنتوسيس نيقريكانس هادي sign of insulin resistance فتلقاها في الديابيك type 2 تلقاها في PCOS لكن كان بي نعموك تجيب مع بعض الأدوية كذلك drug induced وكان بي associated with GI malignancy gastric carcinoma يصافج الكارسينoma وما إلى ذلك هذا الهرستيزم تعريف الهرستيزم هو عبارة عن male أو growth of male type in male type distribution فتلقاها في اللحية في المصتاش على الكذب فهذا typical هرستيزم هرستيزم very very طبعا embarrassed كذلك ما تعرف وموك يدخل بيشك في psychological issues فهذا sign of hyperandrogenism في حاجة نقولها hypertychosis مرات trichosis آسف حتى قراءها موك في الدرما السنة جاية hypertychosis زيادة رهيبة في الشعر يبدأ وزجك كل الشعر زي هذا مرسمينا في 1200 ممكن فهذا hypertychosis مش هرستيزم هرستيزم ما يصيرش في المين هرستيزم مصطلح خاص بالفيمين لكن hypertychosis عادة زيته overgrowth of any kind of hair طيب الشيء الثاني اللي ممكن تشكي مننا للمريضة as a clinical presentation وهي جاية تتوى حالية للعيادة أقول لك والله أي منورية غابت الدورة مرة واحدة أو أصبحت delay أو في spotting أو أصبحت heavy فتخيل كل أشكال المستور irregularity ممكن تصير لماذا نتيجة نتيجة الصورة هذه فمرات أي منورية ما عنديش ما اسمه الغروت of the endometrium لكن بعد فترة نتيجة زيارة الأستروجين يبدأ الـ endometrium يبدأ thick ويبدأ يتساقط إراتك إراتك يعني بشكل عشوائي فممكن تدير لك nothing ممكن تدير لك أي منورية وممكن تدير لك حتى منور ريجا منور ريجا اللي هي excessive menstrual bleeding يعني الأضاض فتدير هكي وتدير هكي هذه hypertrichosis حكيت على طيب خلاص حكيت لك على history ودرت examination بتاعك لقيتها obese لقيتها عندها hirsutism لقيتها عندها signs of hyperandrogenism مقيس على ذلك فأول تحليل بتديره بتشوف you want to confirm PCOS فبتدير ultrasound باش تدور polycystic ovaries وبتدير تحليل بتشوف clinical or biochemical signs of hyperandrogenism التستستيرون يفضل التستستيرون في ناس تطلب في التوتل مفيش باس لكن التوتل ممكن يطلع لك normal فديما أطلب الهرمون بصفة عامة الهرمون هو active ولمما يكون مربوط مع protein this is inactive protein فعلاش قال التوتل التستستيرون لما تطلب ممكن يطلع طبيعي علاش لأن هو رابط مع البروتين because في الناس هذا البروتين اللي بيربط مع الهرمون اسمه sex hormone binding global SHBG هذا تلقاه ناقص عند الناس هما وهذا سيؤدي لك إلى أن التوتل التستيرون ممكن يطلع لك طبيعي طبعا هو كاذب فدائما أنت تتأكد تطلب الهرمون الفري ستلقاه مرتفع فخلاص هذه أول حاجة حصلت حصلت الهيبر تستستيرون عرفت ثاني شي تريد أن ترى التستستيرون هذا من أين طالع هل هو أوفيرين وممكن أدرينا فلو أنت لقيت لديك ساينز فيريلايزيشن بره أطلب تستستيرون اسمه D-hydro-epi-androsterone sulfate D-H-E-A-S to rule out adrenal tumor لو كان adrenal tumor سيكون هذا هو المرتب هذا لا يخرج إلا من الأدرينا لا يخرج من الأوفري فهمت القضرية لفوق الكدنيس فلون تشاك في adrenal gland tumor أطلب تستستيرون اسمه D-H-E-A-S D-hydro-epi-androsterone sulfate to rule out adrenal tumor طيب برا أدير pelvic ultrasound زي ما قلنا trying to find trying to find polycystic ovaries بحداتهم وفي نفس الوقت trying to exclude ovarian أو androgen secreting ovarian tumor زي سرطولي light cell tumor ففي عندك tumor يطلع في الأوفري يفرز كميات مهولة من androgen وحدد الدخل في viralization فخش تدير ultrasound pelvic أو transvaginal ديما transvaginal أوضح طيب بعض التحليل الأخرى التي تديرها لأن انكتل البيشي جايتك ب hercetism فتطلب ما يسمى 17 alpha hydroxy progesterone حكيت عنها مرة الفاتتة to rule out late onset or non classical congenital adrenal hyperplasia الناس الكنجينيتي hyperplasia ستقرها في سنة 5 في الأطفال لكن نرى يقرر فيها سنة 4 حتى في كندا وامريكا فيش باس تقرها تختم على خطوم شوي هي عبارة عن في عندك مشكلة في تصنيع الكورتيزول في الادرينالز فمش حيمشي الباتوي فبدل ما يمشي الباتوي للكورتيزول يمشي لحاجة 17 hydroxy progesterone وهذا يتحول إلى androgen بعتلي فالملخص الكنجينيتي فالملخص الكنجينيتي غيرت الباترية سامحون فالكنجينيتي الادرينال hyperplasia برضو أحد أسباب الhyperandrogenism how to exclude CAH بره أطلب 17 hydroxy progesterone تلقاه مرتفع جدا في الدم لأن هذا هو الانزيم اللي بعد مسكر فأنت زي ما عارف البيوكيمستري الشي اللي قم قبل الانزيم تلقاه مرتفع طيب الكنجينيتي في الكنجينيتي بكوشينج بكوشينج سيدروم سي تدير للمنظر هذا اللي هي البفالو هم والمشاكل البيريد والهرستيزم فأنت لو شاك في الكوشينج سيدروم بره أطلب السيروم كورتيزول أو يفضل 24 hour urinary collection for كورتيزول وكذلك الأكروميجالي ممكن يدير لك بعض الأشياء هذي فبرضو برضو بره أطلب الغراث هرمون أو أطلب الإنسلين الغراث فاكتر حتى أخذه في سنة 5 الأكروميجالي مش شورنا فهذي بنعاود هالك من جديد in PCOS الأندروجينز مرتفعات شوي لكن حيكونوا مرتفعات بشكل مهول في أوفيرين تيومورز أو الأدرينا تيومورز فهذه بعض التحليل اللي حتطلبها وكل تحليل علاش بتديرها trying to exclude other differential diagnosis of هرستيزم أو virilization هذي لما تدير Ultrasound هذو يطلعو لك شاني الأوفيرين follicles in a rest فهذو كل هم ريتهم يسمو فيه زي العقد من اللقالع Pearl أو String of Pearl Appearance String of Pearl Appearance عانة بش تشخص ضروري موجود من 10 إلى 12 وصغار عانة 10 ملي 8 ملي متهمش التفاصيل هذي طيب تحليل أخرى تندار في PCOS أو في حالة أو في الـ Clinical Approach of PCOS Patient تبي تطلب متابالك تبي تشوف هل في الحكامل المبكرية Instant Resistance كيف أنك تطلب 2-hour OGTT هذا يعتبر من أهم تحليل تشخيص السكر درنا حتى في الـ Gestation Diabetes كانت تتفكر فأطلب بره GTT to confirm أن عندك impaired glucose tolerance أو full-blown diabetes طيب الشيء الثاني Fasting Cholesterol Level أو Lipid Panel لا يمكنك تطلبه في الـ Fasting الصراحة حتى الـ Non-Fasting حالياً لا يوجد أي مشكلة فأطلب بره أطلب Lipid Panel لا يوجد مشكلة حتى الـ Non-Fasting الـ Fasting الحاجة وحيدة سنطلبها في كندا لما تريد تحليل تريد تريغيسرائز تريغيسرائز لما تكون لديك مرتفعة تريغيسرائز تريغيسرائز شوية أكثر من خمسة لا يمكنك تطلع لك الـ Numbers of LDL and HDL and whatnot فمنقدر الـ Fasting لكن في صفة عام لا تعقد المريضة أبعثها في الـ Fasting Cholesterol Panel سترى هل لديها ديسليبيديمية أم لا طيب Optional Test يعني بالزيادة لا يوجد مشكلة فمنقدر Transvaginal Ultrasound زي ما تعرف Transvaginal Ultrasound ديما أضق من Pelvic Ultrasound ممكن تطلب الـ LHFSH لكن زي ما قلتك مش Diagnostic فهي يعني حاجة بالزيادة وخلاص فتلقى الـ LHFSH Ratio وفي اللي قول مور دان 2.5 وفي اللي قول مور دان 3 يعني في هال الحدود هالي طيب بها نجو للـ Treatment Treatment of PCOS There is no cure ما فيش cure المشكلة اللي عندها بنعالجها عندها مشكلة في الهرستيزم نعالج الهرستيزم عندها مشكلة في الأيمينورية نعالج الأيمينورية عندها infertility نعالج الـ infertility وهكذا فديما Symptomatic Treatment اللي بتشكي منها بنعالجها لكن هي يعني هي الغالب حتي تمشي بروحها لما توصل 35 أو 40 سنة فلو مشكلتها مش في موضوع الحمل فواحد من أهم العلاجات الـ birth control pills أو الـ OCP أو الـ combined contraceptive pills استخدم أي مصطلح تبيه علش قال لك شن يديروا ينقصوا الـ production of testosterone فينقصوا تصنيع الـ androgens أنهم يديروا الـ LH simulation of the thica cells هذا واحد mechanism of action mechanism of action الثاني يزيدوا sex hormone binding globulin وهذه مهمة جدا يزيدوا البروتين اللي يربط مع الـ free testosterone وبالتالي زي ما قلت لك أي هرمون bound to a protein يصبح less active فواحدة من أشهر العلاجات birth control pills الشيء الثاني بلس بمنى عندك insulin resistance فممكن تعطي metformin اللي هو يعتبر insulin sensitizer نقوله في ليبيا الجلوكوفيج واحدة من أشهر علاجات السكر فنقول نعطي اللي جماعة PCOS بحيث ينقص لي insulin resistance وهذا بالتالي بطريقة غير مباشرة ينقص لك الـ androgen فيقل الأكني ويقل الـ hirsutism وما إلى ذلك طيب الفيمة اللي عندها مشكلة في الحمل طبعا مشكلة الحمل هي anovulation فشاني نمشي ندير ovulation induction بالكلوميفين ستريت لو نقولون في ليبيا الكلوميت هذي هنأخدو إن شاء الله بروحها بالتفصيل الممل في فيديو infertility أو subfertility plus minus ممكن تعطي metformin كذلك ينقص لك الـ androgen وبالتالي ممكن يساعد لك شوية في موضوع infertility طيب بح لو المشكلة لك فقط هرستيزم فممكن تعطي birth control pills يحب واحد اسمه dian 35 لكن صراحة قالك any birth control pills can do the same لكن FDA approved 1 يقول dian 35 له sepraterone acetate لكن راه أي birth control pill can do the trick أو أني نعطي anti-androgen أنت مشكلتك في الـ androgen أعطي شيء anti-androgen فمثلا spiraloctone اللي هو الـ water pill أو diuretic المشهور في عندها anthrogenic effect طبعا لو أعطيتها في الميل يدي لك gynecomastia فأنت عرفت طيب الشيء الثاني ممكن تعطيه fenasteride fenasteride اللي هو يعتبر 5-alpha reductase inhibitor فينقص لك تصنيع الـ androgen في ovaries fenasteride fenasteride يستخدم فيه في الميل زي ما تعرف for benign prostatic hypertrophy ويستخدم فيه للـ androgenic alopecia فهو ديما الفكرة أنه ينقص لتصنيع التستوستيرون وهذا لك هو محطوط تحت anti-androgen كذلك ممكن تعطي metformin يساعد الـ herstitism لأنه كما قلت لك لاحظه metformin بشكل و بآخر لما تتنقص الـ insulin resistance تنقص كذلك من تصنيع الـ androgen الأشياء أخرى لو قلت لك عندي obesity وخايفة على قلبي وكلستيرول أهم شيء weight loss والرياضة فالرياضة والأكل الصحي وتنقيص الوزن هذه كلها راحة أنها تزيد sex hormone binding لابن يربط مع البروتين يربط مع الهرمون الفري هذا الذي يحوس ونقص لك الـ testosterone مهمة جدا في بعض الناس لو قلت الكولستيرول مرتفع بشكل كبير يمكن تعطي statins رسوفا statins وزوكور وطهور statins القروب المشهور الذي نقص لك الكولستيرول هذا علاج PCOS ما اعتمد عليه هي مشكلتها what's 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 her problem and you treat accordingly واحدة من الأدوية جديدة عندنا نازل هنا في كندا مش عارف في ليبي أو topical topical زي الكريمة تنحط تمنع الشيء اسمه الهرسوتزم topical cream for هستيزم فهذا الفانيكا أو aflorentine is the first topical drug for the treatment of unwanted facial and chin hair it blocks ODC which slows the growth and differentiate the cells within the hair falcals فهذا الفانيكا ممكن تعطي لمريض تكن مشكلة لو كانت مشكلتها infertility زي ما قلنا بيش نعود لكلام ف weight loss مهم جدا نديمش ندير ovulation induction بالclomiphene citrate أو gonadotrophins اللي هما زي الH أو Fs المنopausal gonadotrophins هذه ممكن ندير laparoscopic drilling أو نمشي ندير كوي لل ovaries بهذه الفكرة diathermy drilling wedge resection سننوريك صورة بعض شوية لو هذي كلها فشلت ما لديك IVF إنك أنت تاخذ follicles وتحقنهم أو تدير لهم test tube عرفت كيف مع IVF لكن في herescof ovarian hyperstimulation syndrome فترد بالك لأن ovary already ضخم فهذي شني هذه laparoscopic ovarian drilling أو laparoscopic ovarian cauterization فنمشي شني ونبشم الأovary شوي بحيث ننقص من حجم وننقص من تصنيع الاندرجن هذا اليوترس هذا الفلوبين tube هذا broad ligament ما في شي اي مشكل وهذه البلادر الصفرة لنه طيب ما المشكلة PCOS أنا شبه حكيت عليه الكلام أكيد فهمت انت المشكلة metabolic syndrome diabetes type 2 schemic heart disease ناش لأن non-alcoholic steatohepatites fatty liver risk of miscarriage long term risk of breast and endometrial cancer هذه مهمة جدا لأن الأستروجين ما فيش مني يعافر وما فيش مني دي لبالنس لهم البرجستيرون فأنا أبوز أستروجين ديما خطير يفضل تعطي برجستيرون هنا باش تحمي الاندومتير الاندومتير from being اندومتير هاي بليجا وتحمي البرست من الأنبوز استروجين استيميليش psychological aspect حكيت عليها في stress في depression فيها يعني distorted self image يعني فترد بالك طبعا كلام هذا ما فيش في ليبيا لكن انت شني ما تاخد بخاطر المريضة بسيطة مش مشكلة يعني ان شاء الله خير وهكذا وقيس على ذلك طيب خلاص أمأخذ هذه آخر سلايد اليوم يبدأ من الإديوباتيك مش معروف ما نعرف وشو ويظنه familial والله common in the families ذات سيتهم وهذه جيناتهم بعد ذلك جيل أسباب أخرى menopause PCOS drugs أي درق فيه some sort of androgenicity ممكن يديلك فبيشنت تاخذ فيه يعني تعرف توفير بتاعين العضلات وغيرها فممكن تخش فيها رستزم أكيد من oxydil عرفت لو يستخدم فيه الالوبيشي هذا وهير loss وأي androgenic drug ثاني عرفت كيف congenital hyperplasia اللي يصنفها ambigous genitalia adrenal viralizing tumor adrenal زي ما قلتك لو شاك في الادرين بره أطلب DHEAS ودير CT abdomen صعب يبان الادرينal tumor by ultrasound دير CT abdomen أمك يكون serotole lydex cell tumor اللي ovarian viralizing tumor بره دير transversal ultrasound بتويت تاري adenoma زي في حالة acromegaly cushing syndrome عبارة عن زيادة في الكورتيزول hypercortisolism hypothyroidism إذا ما تعرف Hashimoros acromegaly and testicular feminization ما بيش نحكي لدي خلاص حكينا عليها science and symptoms شبه ملخص شوف كداش في حاجة science and symptoms of what نسمى PCOS شوف exercise benefit of exercise يزيد metabolic rate في زيادة في calorie burning لكن تنقيس الوزن ينقص التستيوستيرون عن طريق زيادة sex hormone binding globulin exercise very very important ديما في الامتحانات ديما في الامتحانات خاصة الامتحانات الشفوية أو الأسكي ديما اختار lifestyle changes first ديما يحبوها هذه ديما اخذ non-pharmacological ما تمشيش طول تحقن الهرمونات ومشعبش ديما ابدأ non-pharmacological treatment weight loss healthy diet losing weight مش عارف ما هو physiotherapy وقص على ذلك وبعدها يخش للpharmacological treatment فanyway فthis is PCOS Stein-Leventile syndrome أحد أشهر أسباب الأمنorrhea oligomanorrhea anovillation and hyperandrogenism herstism and infertility بارك الله فيكم جميعا إن شاء الله بإذن الله بعد سبعين نخشوا في حاجتان إن شاء الله بالك شي endometriosis you don't know maybe pelvic inflammatory disease مش عارف بالظبط بارك الله فيكم مشكورين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته